أهلا بكم من جديد تفاعل عدد كبير من روادي مواقع التواصل الاجتماعي مع هاشتاج مطار السودان بعد أن وصلت اليوم الثلاثاء أولى رحلات شركة مصر الطيران لمدينة بورد سودان والتي تعد الرحلة الأولى ضمن أحدث خطوط الناقل الوطني المصري شركة مصر الطيران وذلك بعد أن أعادت السلطة السودانية فتح المجال القوي في القطاع الشرقي من البلاد بعد إغلاقه بالكامل منذ الخامس عشر من إبريل الماضي عقب اندلاع الأحداث بالبلاد ومن المقرر أن تسير خطوط الناقل الوطنية المصري مصر الطيران رحلة يوميا بواقع سبع رحلات أسبوعيا بين القاهرة ومدينة بورد سودان ويمكن لركاب حجز تذاكر سفرهم من مكاتب الشركة أو وكلاء السفر أو الموقع الإلكتروني وعلى إثر ذلك تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد وصول الرحلة الأولى ضمن أحدث خطوط الناقل الوطني المصري شركة مصر الطيران إلى مدينة بورد سودان وأول تعليق معنا اليوم من درويش الذي غرد قائلا وصلت إلى مطار بورد سودان أول رحلات خطوط مصر الطيران بعد إعلان هيئة الطيران المدني رسميا فتح المجال الجوي شرق السودان كوجهة بديلة عن مطار الخرطوم الدولي واحتفاء بوصول أولى رحلات مصر الطيران غرد الدكتور كمال قائلا وصلت لمطار بورد سودان أولى رحلات خطوط مصر الطيران بعد إعلان هيئة الطيران المدني رسميا فتح المجال الجوي شرق السودان كوجهة بديلة عن مطار الخرطوم الدولي احتفت جميلة عبر تغريدتها قائلا استئناف الرحلات إلى القاهرة من مطار بورد سودان الدولي وآخر تغريدة معنا اليوم من بوغا الذي قال بورد سودان مصر للطيران تسير أولى رحلات اليوم إلى بورد سودان شكرا